السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعون أمر أخرى عليكم طيب شون راح نضيف عن طريق الـ Page أكيد احنا نريد نستخدم الـ Page بالإضافة تمام فا وين المشروعاتنا؟ هذا يعني عن طريق الـ Page نربطه ويا الـ API أول شي هنا الـ Configuration مالتنا كل شي تمام ما عادنا مشكلة يحتاج نخلق فت شغلة بسيطة اللي هو الشنوق راح نعمل فت فايل جديد نسميه بالـ Config .js هذا شنو السالفته شوف يا سيدي أنا بالنسبة لي حاليا أستخدم الـ Local Host يعني من أرفع على موقع يكون أكيد اسمه غير شي تمام فأني تعال إذا أنا عندي أكثر من صفحة هاي الصفحة على سبمثال إذا أنا جيت استخدمتها حاليا الـ Local Host فلازم كل الصفحات أضيف بها الـ Local Host أوكي يعني خلي نقول عندي فت 100 صفحة فمن أرفعها للموقع كلهم لازم أغيرها على اسم الموقع فبالتالي راح يصير عندي مشكلة لأن 100 صفحة تعال غيرهم واحد واحد أقدر سوي فت فايل واحد هذا الفايل أضع بها الـ Local Host أو أضع بها اسم الـ Domain بالتالي راح يطبق على كل الصفحات يعني نفس سالفة الـ Main Layout فليش أجي أغير صفحة صفحة الـ Local Host إلى الـ Domain الجديد؟ لا هذا الفايل أغير بها راح يتغير على الـ Call مثل المتغير ده نسوي فنقول مثلاً var Domain Domain اللي مثلاً احنا يجوز حاجزين Domain أو Local Host فأقول لـ if هنا if else طبعاً نستخدم if الـ Condition ما التي شنه هو process زين if a process.env .node.env يساوي 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 تلات مرة يساوي production إذا كانت شنو إذا كانت في البيئة الإنتاجية يعني الموقع Live فأخلي هنا مثلاً الرابط مات هذا الموقع else معناته شنو Domain Multi هو Local Host Domain Multi Local Host يعني إذا شغله من الحاسبة مثل هذه الحالة زين بالـ Development Environment وأجي هنا نشأكتب أكتب الرابط Multi فالرابط ما شنو مات الـ API طبعاً مو منا نأخذها نأخذها من الـ Postman هنا موجود الـ API مالتي فأجي أقول له مثلاً راح تشغله مننا بس أكيد الشغلك API لأن بغض النظر هنا مثلاً ممكن يكون Post News أي شيء المهم الـ Domain مات يكون موجود طيب طبعاً هذا الملف ما راح يكون موجود ما راح يقدر يشوفه أي فايل ما لم نكتب عليه شنو Export Default زين المن للـ Domain That's it بس هذا فعني كل مرة راح أنادي على الـ Domain تمام؟ بهذا الفايلات راح أنادي على الـ Domain فقط وهو أوتوماتكين يجي هنانا إذا شافه هو Online خلاص يسوي Production إذا شافه هو Offline يعني مثل آل حالة Local Host خلاص يقولك أنه هذا بالـ Local Host يستخدم هذا الـ Domain تمام؟ طبعاً هنا أنا تكتب أيضاً الـ Domain by the way نانا وتنطي اسم الموقع اللي أنت تريده أوكي بس حالي نحن مرافعين فبهاش بهالصيغة عني راح أتعابلويا أوكي and this one API like this زين حتى لا يضيفت شيويا إذن هذا جاهز ننتقل لمرحلة شنو؟ ننتقل لمرحلة الـ AdPost طبعاً إضافة الـ AdPost هو هنا بالPosts الPages أوكي بالPages مو هنا بالـ API قد نغلق الـ API حتى توضح عندك نغلق الـ Pages عندي شنو بوست AddPost تذكروا هذا إحنا صنعناها يعني ما عدا مشكلة هنا أنا أول شغلة عريقلت لما أريد أنقل بيانات فرح أستخدم شنو؟ الأكسيوس تمام؟ فأكسيوس لازم يكون عندي منصب فأوقف المشروع وأجي أنزل شنو؟ أكسيوس زين؟ لنقلنا الأكسيوس هو طريقة ربط بين الفرونت وبين الـ API فرونت أند والباك أند خلينا نقول فخلي نزل الأكسيوس أوكي نزل الأكسيوس هنا نرجعنا شغلة من جديد ونيجي هنا أنا شنقوله؟ نقوله أكسيوس أكسيوس That's it Import Axios حالو إذن أنا جبت الأكسيوس طبعا Oh my god أوكي nice 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 أكسيوس أنا بالبداية بغط علي وزديت أوكي هذا الأكسيوس فأجيبت الأكسيوس بلاس أجيب شنو؟ الـ Configuration المالتي فأجي هنا أنا أقول لك Config وينه؟ Config اللي هو هادا وينه؟ 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 اللي هو موجود بالـ Util I think إحنا هنا سمينا Config فممكن دي خربطوا يا اسم آخر نقدر نقوله هنا تذكرون DB Connect شنو نجبنا؟ خلني نقوله هنا أنا مثلا Connect هذا مثلا DB Connect بس آنش راح أقول له ما راح أقول له DB Connect هو أنما أقول له Config هنا أنا زين يعني خلي نقول مثلا أنا شا راح أجيب من الـ Config أنا راح أجيب الـ Domain أوكي فأجي يقول له هنا دومين أو خلي بالله نكتب دومين آنصح بلشت دومين آية تشوف لاحظ رأسا شافة أحسن هالشكل ليش أكعد أكتبه هذا هالشكل طمعا إذا ما ظهر لك اكتبه بهذه الطريقة زين فإذا هاي الشغلات أنا أحتاجه بلاس آني هنا أنا عندي فنكشن اللي هو شنو الـ Add Post اللي ورح يضيف للـ Post مالتي طبعا هذا الفنكشن الفكرة من عنده شنو أنه يعرض لي الـ Page مالتي وكذلك شفت أنه شنو جاب لي هذه المعلومات حلو فشنو اللي أحتاجه هنا في الـ Add Post هنا بالـ Conestant راح أضيف لي فنكشن طبعا هذا الفنكشن وظيفة أنه يرتبط بالـ API this one function زين يرتبط بالـ API خلينا نسميه بالـ Add Post يختلف يعني هذا الفنكشن يختلف عن هذا الفنكشن Add Post API خلينا نسميها حتى بالكامل يختلف عنها طبعا هذا اللي نودة راح يرتبط بالـ API فبالتالي يعني يرتبط بالـ Server فبالتالي لازم نسويها Async أوكي حاول تسويها Async أو خليه يكون Async أفضل فAsync طيب بعدما سويتها Async هذا شظيف بيها أولا أنا بالنسبة لي أو أو ليش احنا نصدر هذا الفنكشن و احنا عدنا أصلا already هذا الفنكشن موجود صح هذا حذفه هذا حذفه هذا سوي Async صح Async هالشكل أفضل تمام هاي المعلومات اللي يجاب لك هنا احنا دعنا نضبع تمام احنا نقدر نستخدم شنو بما انه احنا دعنا نتصل بالـ Database فلازم يكون عدنا شنو Try Catch بـ Try Catch اقول له Await زين عن طريق الأكسيوس ارسل لي البيانات أنا دعي اضيف للـ Database فأكيد Post تذكرون اجي سوي قوسين طبعا استخدم التيل ده اوكي اللي ويشبه هو Single Accode بس شنو مائل رح يكون موجود ديما حرف الثال Shift حرف الثال بالكيبورد بالعربي بالمائك رح يكون بصفة Shift تمام بالأسفل فهنان شنو اضيف ليش استخدمت التيل ده لان رح اضيف متغير هذا المتغير آفوا نقواة مجموعة هذا المتغير منه هو الـ Domain Domain اوكي فكأنما شنو كأنما هذا رح يجيب لي هذا الرابط كله كأنما اجداء سوي هذا الرابط كله ده اضعه هنا اوكي فهاي هي الفكرة فانتخيل انه هذا الرابط يعني اذا ما استخدم طريقة الـ Config مثلا فبالتالي لازم هذا الرابط اضيفه هنا وضيفه هنا واني اي تغيير اسوي ارفع الموقع لازم ارجع اعدله مع ذلك ليش فشوف انه صار متغير فهنانا عني مني ارفع الموقع بس اغيره هنا وهو رح يتغيره بكل الصفحات تمام هي هاي الفكرة الاساسية الجهنمية بوست زين ارسل ويا شنو ارسل ويا هاي المعلومات البوست لان احنا نعرف كل الزين لما استخدمنا البوستمان كنا نرسل وياها معلومات اللي هو التايتل والإيميج والديتال فبالتالي من ارسل كبوست لازم ارسل ويا شنو المعلومات اللي احنا احتاجها طيب اذا تم اضافتها اقدر اقول هنانا Alert مثلا اقدر اسوي Sorry Alert مثلا Alert Function هاي موجودة بالجاوا سكرت اللي يظهر لك بوباپ مثلا نقول لا Post Added Successfully زين يطلع لي Alert اذا صار عندي Error فاقدر انه اظهر هذا Error بالConsole Just بسيط الموضوع جدا بسيط خلونا نجي نجرب نتأكد اذا جيت على Page Multi هذا طبعا خلنت اكد انه هو شغال Yes شغال خلنت اطلع الرفرش هبنت اكد مرة اللي اخ شغال نجي على سبيل مثال ناخذ معلومات من JSON مثلا خلن نقول هذا اوكي نجي نكتب هنا Description Malta وهذا هو Title Malta مثلا راح يكون وايضا نضيف لصورة اللي هي هاي زين Image URL خلن نقول Create اوكي And اهنان نطاني Error شف لاحظ خلنرجع اهنان نشوف احنا ش سوينا طبعا كل اللي سوينا هنا منقول Add Post هاي هي المعلومات اللي اريد اللي هو Title Image URL and Details واللي هو Already عند اطبع لاحظ هذول ض اطبع حلو بعدين اجي اقول Try Axios Post دار سلي اهنان بس هنا مشكلة شنو سويت سويت Post لو اجي اباوع هنا شنو اسمه Post جمع فهنان بس اضيف الرابط عندي غلط sorry اوكي الرابط عندي غلط S زين هذي شون عرفت لو نرجع لل Page شي يقول Not found يعني يقول هذا المسار ما موجود شوف لاحظ انت المسار يقول هذا المسار موجود وفعلا هو موجود فخلنا جي مرت اللاخ نقول هنان clear log مالتنا and نقول create المفروض ما ينتين اي مشكلة اها Post added successfully هذا هو الالرت هذا هو الالرت اللي ويطلع لك pop up نعنا فخلنا نتأكد اذا جينا هنا اذا جينا هنا not هذا Mongo DB فاحنا كم واحد عدنا واحد اثنين ثلاثة اربعة هنعمل هنا الرفرش هنا من واحد الاربعة شوف صار من واحد ل خمسة تم اضافته اوكي تم اضافته perfect perfect اذا نجحنا بعملية الاضافة ما عدنا مشكلة هنا كل شي تمام كل شي جميل وكل شي حلو زي هس ننتقل لمرحلة شنو نجيب البيانات شون نجيب البيانات كلتها طبعا احنا قلنا اول شي نرسم الAPI مالتي اول شي نسوي الAPI مالتي اجي على post اعني شريد اريد اجلب البيانات اجي على الاندكس مثلا مالتي بلاس انو احنا عندي شنو او ممكن انو احنا نروح للصفحة نفسها يعني خلي نقول هنا الاندكس اوكي الاندكس تمام لين احنا ما جاي نرسلف اجي معين احنا بس نريد شنو نجلب البيانات تذكرون ال get static props اللي اخذنا ممكن استخدام ها يعني هنا نقول مثلا export زين default and async function وننطيل اسم اللي هو شنو get static props static اي دربارك لازم يكون صحيحة اي ما يصير تغير بكيفك اي لازم نفسها props اوكي اي اخذنا احنا قيم ما نحتاج نرسل السيرفر اللي احنا نجلب المعلومات هذا طبعا لازم يكون عنده try catch تمام احنا نقدر ناخذ try catch حتى نختصر الموضوع try شنجرب نجرب انه نحصل ال response مالتنا and مو هذا بال add post اذكر احنا yes هذا نحاول انه نجرب نربط نفسنا بالبداية فنقول الرد اريدك تغزن لي constant response اغزن لي الرد الرح يجي من السيرفر اغزن لي بال post شن اغزن عن طريق منه axios فرح اقول axios post axios dot get لين عنده اجلب معلومات انا ما رد اخذ من معلومات فمن تاخذ المعلومات ما يحتاج الى هذا فقط domain نفسه slash posts يعني كأن ما دع سوي محاكات ل get اللي هو send رح يجلب لي مفروض كل المعلومات هنا انا قال لي not found شنو هو not found اه اوكي هذا لنه احنا ما صانعنا بعدنا زين فهذا يجلب لي البيانات كلتها ف اشلون يجلب البيانات عن طريق الذهاب الى post فهنا اجي شنو اسوي ال return اللي نحنا قلنا هاي ال function رح يشتغل قبل قبل هذا ال function فرح يجلب البيانات بعدين يضيف ال page فهذا الشي جميل بها فاقول ال return وافتح اقواس المجموعة واقول شنو اقول props نقطتين اقواس المجموعة انزل شنو عندي اقول البيانات اللي رح اجيب لي اياها dot data زين خليها بمتغير مثلا post data نقطتين فاقدر استخدم data طبعا اذا عاني كان عندي error انطين error هذا بعد ما احتاج زين فكل اللي سويت شنو هو صناعة متغير هذا المتغير رح يحتوي على كل المعلومات اللي يجيب من database من mongo db بعدين عن طريق props اجي هاي المعلومات اللي جيبت من database وخليت بهذا المتغير اكو بيها file اللي set اقدر هذا post data انقله المن للإندكس تذكرون من قلنا هذا get static props البيانات مالتا حتى استخدمها بالpage هنا بس اخلي اقواس المجموعة وضيف المتغير مالت props اكو يمر بيها props فاقدر مثلا هنا اعرض البيانات يعني اقول مثلا console dot log زين واقول شنو اقول مثلا post data بس حتى تأكد انه خلي نقول البيانات تجي ولا ما تجي تمام هاي نقطة اقول اش مهمة زين احنا قلنا انه احنا ما عدنا الرابط not get not post فبالتالي نحتاج الى شنو نغلق كل هذول close others بالتالي شنحتاج نحتاج نروح لل api المن لل index تذكروا هذا فقط بيها post لازم نضيف لشنو ايضا لازم ايضا نضيف ل get مثل ما هو عند post لازم يكون عند شنو dot get ليش حتى اذا عندك بيانات يرسلك فاكيد الget نفس الحالة نفس فكرة الpost هم رح يكون عند async هم رح يكون عند request فاقدر هذا كل هو اللي هنا على post اجي بس اقول هنا dot get وارجع اصحي copy paste لها تمام فصار عند async request and response زين فش يجيب لك يجيب لك posts يجيب لك posts posts تمام منين رح يجيب لك posts عن طريق منو await post dot find اوكي بهذه الشكل هذا رح يجيب لك كلتها طيب من يجيب لك هذا كلتها تمام لازم يكون build try اوكي لازم يكون build try من يجيب لك هي يقدر انه شنو انه يعرض لك عشق json فالstatus مال ته على سبيل المثال يقدر انه يرسلك posts status post مثلا اوكي بهذه الصيغة او ممكن رأسا تقول شنو send بدون هذا زين رأسا post دزلي post هالشكل يعني دزلي post اللي موجودة عندك هالشكل طبعا اذا كان في error فانطيني error فبهالشكل صار عندي API ايضا شنو API ايضا صار عندي حاضر خلن نتأكد من ال هنا بال pages get props اوكي default او default مرحة تاجا اوكي هذا الشي ل default ما رح احتاج انا عندي هذا page مهم انه ينشر بينما هذا فقط رح استخدم هنا انا تمام ما احتاج انه يكون خارج الش المهم فخلينا نجي نقول هنا save and نجي هنا خلي نقول send اها ظهر عندي كل المعلومات بيرفكت خلينا نجي نفس الكلام نجرب اوين اذا اجيت على post بدون اضافة add post يعني فقط post اريد اشوف ال post اللي موجودة اوكي عند هنا مرتين ثلاثة اي اي مرت ثانية نجرب مرت اللخ اوكي شوف اش قلي يمكن نسيت انت انه اترجع يمكن نسيت انه انت تسوي شنو تسوي return خلي نشوف هنا نايس طيب هنا اكو كم شغلة اتبهت عليها عدنا axios وال domain احنا مضايفين هم فهذا الفايل لازم نضيف لالاكسيوس axios اوكي ونضيف لال domain اوكي ذول الثين لازم نضيف او سوري ذول الثين لازم نضيف هم بلس هنانا هاذا ما يقدر يقرأ عن طريق التراعي خلني يجي هنانا نضيف بس هذا اوكي just like this شوف لاحظ قراها and they expose شوف يجيب لك البيانات هنانا تلاحظ هذه البيانات اوكي خمس عناصر احنا جنا ضايفين هم هذا كل جايب لك هذا شون يجيب عن طريق من عن طريق الكون 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 اللي احنا صنع احنا هنا يعني من اجي اسوي لك comment مثلا فبالتالي ما رح يظهر لي اي شي اوكي ما العناصر اني اقدر ايضا انه اخصص بالضبط شنو اللي اريد اشوف او شنو اللي اريد اظهر ها يعني مثلا ما لاحظنا احنا نجيب اكثر من شغلة ال id و title وال image و details و الاخري يعني ممكن اخصص لها اقول مثلا اريد بس هذول الثلاثة اجيب لياهم فقط ما اريد اكثر هاي شون اقدر اخصص ها انه اجي للcomponent على سبي مثال واجي اقول اهن right click new file اسم مثلا post item او yes post item مثلا وقل dot js ف بالpost item اقدر اوصف لها بالضبط اي شون اريد شكل ال data رح يكون ف مثلا اجي هنا احنا قلنا هذا اقل function ممكن نستخدم بداخل next اهن اش اقول اقول default function and هذا اسمي بالpost item post item زين هذا رح ياخذ الpost يعني هنا رح نسي متغير مثلا داخل object رح ياخذ من ياخذ من يرجع لنا رح يرجع لنا على حسب اللي احنا نريد يعني عسبي مثال شنو احنا نعرف هنا عدنا مجموعة شغلات عدنا مثلا title فأني مثلا اريد ارجع بس post title فاجي اقول احنا اقواس المجموعة post مثلا dot title بس اعرض لي بهذه الصورة يعني اقدر احدد انواع يعني البيانات اللي يجلب لي اقدر احدد لبو الضبط شنو اللي اريد من عدو مثلا اريد title والimage والdetails مارد البقية اوكي يعني ما تريد تطلع لي غير معلومات تمام فأقدر اخصص لبو الضبط شنو الشغلات اللي احتاج يعني هنا مثلا title and هنا اللي احتاج مثلا image url واحتاج شنو الى details اوكي فهذا ايضا copy هنا اقول شنو details details هاي ثلاث شغلات مثلا احتاج حلو هاسا شنسوي نجي للإندكس هذا هنا انا انا محتاج اوكي هنا اوشي خلي على سبيل مثال اوشي خلي نقول هنان post item هذا خلي نجيب post item جبنا تمام نجي هنا احنا طبعا نطبع بالكونسول تقدر توقف هذا طبعا من الكونسول قلنا البوست من يجي تقدر تسوي لها map صح قبل return طبعا لان return راح رجع لك ال html فانت دائما قبل return فانا راح نسوي لمتغير اسم const post post مثلا يساوي ال post data اللي دايجي post data post data اللي دايجي راح تقول dot map هذا اللي احنا جنسوي هتذكرون map و داخلها اجي احسوي شنو قوسين anonymous function و اقول البوست راح يجيك اريدك مثلا اقواس مجموعة اترجع لي return على شكل منو على شكل البوست item تمام انا space على شكل من على شكل البوست item تذكروا هذا الصناع حتى يجيب بنا بس هاي ثلاث شغلات او يعرض لنا بس هاي ثلاث شغلات اللي احنا نحتاج فكون انه هذا هنا كcomponent فاني قلت شون اقدر استخدم الcomponent عن طريقة تاقات صح هالشكل اقدر اقول لا فتعرض لي البوست ايتم طبعا تجد تعرض بها صيغة او تقدر هذا اصلا تحذف وتسوي هالشكل just like this زين فاريد على شكل البوست ايتم طبعا البوست ايتم في داخلها راح تجي تضع البوست اللي تجيب اللي هو هذا تمام وتقول لا يساوي اقواس المجموعة تقول لا بوست بهذا الصيغة راح يصير هذا شنو البوست ايتم لازم ياخذ قيمة ليش لانه انا عند امر عليه البوست تلاحظ هذا القصد من جه تسويت هذا البوست فعنش راح اقول راح اقول تستخدم البوست تاك رتب لي بهاي الطريقة نفس الوقت العناصر اللي راح تجيك هاي هي بوست فهنا دا اسألي عند اقول البوست ايتم يحتاج ايضا عناصر فرح اقول اوكي العناصر مالت راح تكون منه هذا فهذا هو هذا اوكي هصيغ راح ارض فهنا شو راح استخدم بالرتيرن من اجي ارجع علي طبعا بالرتيرن الموضوع صار بسيط جدا يعني كل اللي احتاج على سبي مثال مجرد اخلي اقواس المجموعة وقل شنو اقول بوست هذا اللي استخدمت الكون استانت اجي خلينا نلقي نظرة على الاحداث التي حصلت جاب لياها كلتها اوكي جاب لياها كلتها هاي هي كل المعلومات اللي اضفتها في ال بايش كل انا يكون رتبتها طيب هذا حتى رتبه بعد اكثر اقدر شي سوي مثلا بال post item هنا اسوي بعض التعديلات يعني على سبيل من على سبيل ان هنا احنا نستخدم ال image مثلا بال components موجودة image وشون تستخدم image مع card وما كان يسمونا card وين ال card where are you component card هذا امريكان يقولون card british way يقولون card رأها مشي لونها ما عرف وين المهم نيجي هنا return ونقول هنا best and class name مثل ما قلنا class name class name لازم نستخدم اوكي and هنا class ctrl d d d d اهنا best مرة واحدة غير انا احتاج الى post title ف هنا رح يكون هذا هو title هنا رح يكون مكانه زين احتاج الى image post image ف source مالت رح يكون هنا يعني الimage source مالت رح يكون هنا موجود ف source بعض الصور رح يكون اهنا ايضا اقدر اكتب source تمام ما عندي مشكلة زين ال details المعلومات رح تكون موجود هو شون مرتبة هذا title هذا details مالت صح ف رح يكون هنا هذا خلي احتف هن واجي اكتب هنا زين طبعا انت ما عندك button ف هل تشيل زين وهذا ما ذول بعد ما تحتاج هم تحذف هم هنا انا عندي مشكلة بال image لازم نخلي لشنو النهاية مات tag مالت تمام نقل save that's it فاذا ارجع مرت الاخ للpage مالتي and خلي نطلع refresh خلي نشوف يظهر لولا اوكي طلع لي مشكلة انا انت عندك spacing و هذه السؤال يعني ما في ما ما يقول لي ف هذا خلي نحذف انا نقول save and خلينا نجرب مطلع نقول refresh اوكي شوف لاحظ ظهر لي ظهر لي بشكل ناجح جميل جدا جدا طبعا خلي نخلي بال container card a a على سبي مثال شوف هذول نوع cards هنا موجودة اوكي هنا style style for example هنا منطي مثلا width اوكي rm طبعا هاي تجار تسويها وين تجار تسويها بال global صح له لا يعني نقدر نصنع هذول الشغلات بال global ما عدنا مشكلة هنا بس هنا احنا عدنا شنو المعلومات ظهرت اوكي المعلومات ظهرت شوف كل العنوان مالتا وايضا description مالتا وهاي الصور طبعا اللي احنا اخذناهم من المعلومات اول واحد ليش ما يظهر الصورة لان اول واحد كان تذكرون من ضفناها بدون اضافات رأسا ضفناها هذا الفوتر هنا موجود طبعا وال هيدر موجود ايضا هنا اوكي ممكن انه تشتغل على ال grade هذا هو grade زين شوف هذا مثلا columns باش يطلعها تقدر تاخذ هذا columns هنا وتجيب مثلا هنا تضعها اوكي انت تحتاج column واحد فهذا مثلا هذا مثلا فرغها فرغها انت رح تقليها هنا مثلا فتقدر تاخذ هذا الكارد وضيف هنا نقول save ارجع شوف لاحظ ضار لك بهذا السلوب هذول الكارد طبعا تقدر ايضا انه يعني عسى بمثال هنا خلي نخلي ل br زين خلي نشوف هنا angular refresh that's it شوف صار بينها تم مسافة فالكارد الاول كارد الثاني الثالث رابعة خمس هالشكل حلو جميل طيب هذا احنا رتبنا طبعا تقول لك format document رح يرتب لك document حلو اذا بالشكل حتى الكارد عندي صار مرتب ما عندي مشكلة بقالي شنو بقالي مرحلتين اللي هي update وايضا delete هذا الشي رح نسوي انشاء الله بالدرس القادم مع السلامة اشتركوا في القناة